خلصنا من مقالي ومقال وشفنا البطل إذا تصدر بيحافظ على صدرته لكن هذا الحفاظ محتاج بالتأكيد كل الجدية كل التركيز كل الهدور في التعامل مع المرحلة اللي جاية اللي فيها مطبات كتيرة وهنا الدور على الجمهور جمهور الأهل في تعامل وتفاعله مع المرحلة الجاية لازم يبقى عارف أنه دوره مهم جدا ومؤثر في مساندة الفريق أيا كانت ظروف كل مرحلة وكل مباراة هتبقى مباراة كؤوس زي ما كابتن ساد عبد حافظ قال لكن أعتقد الأهل إذا تصدر زي ما الناس بقت حافظة وعرفة الأهل لو طلع للقمة ما بينزلش ده بشروطة باش منز بص يا صدر زبريم كل ده حلو وكل ده التاريخ بيقدم الدليل عليه ولكنه لا يمكن أن احنا نجزم أن هذا ما سيحدث لا يمكن نتعامل مع الأمور يا كده يا بلاش إحنا هنسعى إلى كده النصر أو النصر خلاص؟ هو ده شعرنا لكن فكرة أن إحنا حتى نتعامل مع المباراة أن إحنا بنرفض فيها السواني اللي ما نعملاش بالشكل اللي إحنا عايزينه إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة الدقائق اللي ما تتلعبش إذا ما إحنا عايزين بنبقى فيه منطل قصوة فيه نقديلة للنادي الأهلي تقعد واحد يقولك والأهلي لسه بيبالبط في المية فين الأهلي؟ يا عم يستنى الماتش مخلص مش كده مش هنتعامل مع الهجمة ومع الطلعة ومع الباصة ومع الغلطة في الآخر أنت بتتعامل مع كرة قدم بتتعامل على بشر مهما بلغت كفاءة هؤلاء البشر مفيش حد كل أنت نفسك كل يوم مش هتصحى أنت وأنت اللي عارف قدراتك عارف قدراتك النهاردة ابعد عني الحاجات اللي أنا مش هقدر عليها شكرا